تانين اللي بقعون الفقر اللي هم 72 في المية هيبقى الفقر سنويا بيتاخد من لحم بطنهم مش من جيبهم جيبهم دي سهلة انها بيتاخد من لحم بطنهم الميتين وعشرين مليار جنيه وبيتاخد من العمات زي ما قلنا من شوية بتحوش منه 500 مليار جنيه على نصة رليون جنيه هذا المبلغ معناه انه احنا لما دخلنا المجرد في 76 كنا دايما نقول لهم انتم مش فسدين انتم مفسدون يعني انتم صناع الفساد كانت الفكرة انه يتم افساد المجتمع لكي تخلق طبقة فاسدة تصبح صاحبة مصلحة في استمرار النظام الفاسد لكي لا تصور عليه دي حاجة الحاجة التانية لكي تتمكن بقدر من الصراع شوية بشوية ان كل واحد يبقى حولين منه عزوة مشغالها في اتجاه الحرام ولذلك اخواننا لما كانوا يزولون التخابات يقدر يجيش حوالين منه جيوش ساعد عبود بقى يجري شوف له قضيتين يكسب لهم الملمين عشان يسلفهم يلاقي مش نفسه ادي اعمل حاجة وانا ما اقدرش اعمل حاجة وهكذا وبالتالي القضية هنا انه هذه الاموال غير شرعية والقوانين التي صدرت بجباية دي جباية وابتزاز للناس ومص دماغهم القوانين التي صدرت بهذا الامر غير شرعية لانها نوع من تكرار الضريبة على ليه ادفع رسوم عشان زابط الشرطة ياخد كذا او عشان فلان ياخد كذا وبعدين بالتأكيد الميزانية دي 100 مليار دولار بتصرف 70 مليار منهم جزء منه بسيط قوي بياخدوه العمال اللي بيشتغل 50 جنيه 250 جنيه 200 جنيه يعني العمال تشتغل تقريبا ببلش و30% والباقي بتصرف مصاريف بزخ وما فيهاش حسابات و30% بياخدوهم الموظفين المشرفين على الصندق دي يعني يبقى مدير عام مثلا في مصلح والمصلحة فيها 30 صندوق فكل واحد من مديرين العموم يمسك الصندوق ياخد مرتبه الأصلي وحوافزه وبدلاته وبعدين يرجع وكل حاجة وبعدين ياخد بقى من الصندوق تاني فازاي يمسك الصندوق وياخد 250 جنيه زي العامل اللي ماشي في شحته فازاي ما قلتلك أبلي كده ما ينفعش اللي هو يعني سرقوا الصندوق يا محمد لكن مفتاحوا معا لازم ياخد في النهاية يعني 50-60 ألف جنيه يبقى ده معمولة عشان تسريق هذه الطبقة وعشان ابتزاز الناس مرة تانية القضية هنا بقى أنت الأول مصممة الدولة يعني أنها توفي احتياجات هذه الأمور كلها من الناس طيب والأصل فين أين ميزانية الدولة ليه النهب تم في المقابل تلاقي السرقات بالمليارات بقات المليارات سرقات كل سنة هذه قصة السندوق ليه تعمل صندوق في جامعة مثلا ليه الرئاسة يتعمل فيها صندوق ليه حسن مباركة صرف على الميزانية بتاعته سنويا رئاسة الجمهورية مليار جنيه الرئاسة صندوقها حاجة كان رهيبة مبدأ الصندوق مغلق بقاته والمليار جنيه ده ملوش داخل بقى إلا بالحرس الجمهوري ولا حاجة ده من زينة الرئاسة زينة الرئاسة مليار كل سنة مليار جنيه 30 مليار جنيه من زينة الرئاسة في 30 سنة اللي فاتوا في إجماليها العام بيعملوا إيه في الرئاسة يعني يوميا 33 و 30 مليون جنيه يدوب على قد الشوية الفول اللي يعني بيجوهم والفرختين اللي بيجوهم عشان تغدواهم ومكانوا بيشحتوا العيش بالليل ولا حاجة يدفعوا في 33 و 30 مليون جنيه يوميا يوميا 33 و 30 مليون جنيه في الرئاسة أي لا الرقم ده صحيح ما هو منشور رسمي اتقال 250 مليون ده الرسمي اللي في الموزنة عامل الدولة يتم مراقبته أما الغير رسمي الغير معلوم أتحدى لوحد دلوقتي يقدر يحدى الرقم لإن المواضيع ويكون لها حسابة سرنية منشور في الصحب ما شو أنا أجيبهولك أحطولك على ولا يستابعت هذا الرقم لإن المواضيع كلها عفوا في الكلمة موضوع الحسابة الخاصة ده أنشأ حسابات غير رسمية في الدولة بقى عندنا بس في حاجة قالوا لي كانوا بياخدوا داخل القناة السويس كزء من داخل القناة السويس ده غير ده كل ده غير ده برضه ويحطونا رقم 33 مليون في الموزنة في الميزانية في السنة ميزانية يا رئاس 33 في الموزنة العامة للدولة اللي هو في اليوم شركات خاصة الباقي في السنة دي بقى هو دكتورة الدولة عملت إيه عملوا إيه النظام الفاسد السابق هو لقى أن فيه نظام رسمي معترف بيه عالمي اللي هو الموازنة العامة للدولة مبادئها كل إرادة الدولة تخش الموازنة وتخرج منها وفق ما يراه المشرع هو ده المبدأ العام لما لقى الكلام دوت ولقى أن فيه جهاز محاسبات وفيه أجهزة أخرى برقبية ولكن جهاز محاسبات بصفة وجهاز الأعلى الرقابة في مصر هيرائب على هذه الموازنة فقال أنا لازم أعمل شيء غير رسمي باب خلفي فابتدع واخترع موضوع الحسابات الخاصة فبقى عندنا في الدولة نظامين للملاية العامة نظام رسمي يطم بمراقبته وفق القانون اللي هو الموازنة عامة اللي حسي فينا اللي بيجبها لنا الوزير المالية بالضبط أما الجزء الآخر فهو الحسابات والسناديق الخاصة لو حسابة طبيع الخاص ما يطلق عليها الدولة الموازنة من البط يعني في دولة تانية موازنة بس من البط هنقول هنا هنقول لك رقم مرعب فين الفلوس المئة مليار دولة ده في السنة يعني في العشر سنين تريليون تريليون في العشر سنين لو خدنا بالكلام اللي البي بيقوله مئة وخمسين مليار يبقى في العشر سنين اللي فات دولة ضمع من بطون وأكباد الغلابة وأحشاءهم واحد ونص تريليون جنيه ده فوق الضريبة اللي هي 72% يعني يبقوا الغلابة انتخذ منهم حوالي ثلاثة تريليون جنيه وهم مش لئين يكون هضرب لحضرتك مساء الحصر عملي أي بنسبة الحساب الخاص بتاع وزار الدخلية هنا نعمل استجواب لوزير الدخلية عن التربح اتفد أي لوزير الدخلية أنا وحد فيه لوزير الدخلية الأسبق الأسبق حبيب العدل هو موجود في سنة 2008 ووقفت عضوية المدة سنة بهذا بسبب هذا الاستجواب واستجوابت عن التربح وفي بعثة الحج في بعثة الحج والمستندات التعاقدات مع السعودية قدمتها وطلبت منهم أرضاء على الجهاز المحاسبات وأرفض المهم أثبتت أن التربح كان 115 مليون